الله يخلق ما يشاء ميسرا ليكون كل بالولاية قادرا خلق الرجال ليجمعوا أقواتهم فتميزوا في الخلق قادرا ظاهرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أحباء في الله لقاء جديد وليست ذكروا كالأنثى يمكن في حلقاتنا السابقة استعرضنا كثير من أوجه نول الاختلاف والتميز عند الرجل والمرأة المرأة تتميز بكذا وكذا والرجل يتميز بكذا وكذا وكل ميسر لما خلق لا يعني محدش يقول للرجل أحسن من المرأة أو للستر المرأة أحسن من الرجل ولكن نرجع للآية الكريمة إن أكرمكم عند الله أتقاكم يبقى الطاقوة هي اللي بتحدد من الأفضل ولكن وإحنا بنعمل دراسة دراسة نقول ربنا سبحانه وتعالى أما يورد هذه الآية في كتابه الكريم من المؤكد أن هناك اختلاف اختلاف يؤدي إلى المصلحة العامة يؤدي إلى إعمار الكون يؤدي إلى التناغم والتكامل بين الرجل والمرأة النهاردة نتكلم عن مسألة التواصل كلمة التواصل يعني إيه يعني احنا فيه عندنا نتعامل مع بعض عن طريق التواصل اللفظي يعني نعود نتكلم أو التواصل الغير لفظي يعني ايه التواصل اللفظي احنا نعود نتكلم مع بعض أهداف كل واحد فينا جوة مختلفة يعني الرجال أما بيجوا تكلموا وتواصلهم بالنسبة لبعض نجد الرجال بيتواصلوا لإثبات الزيت عايز بإحساس بالاستقلالية وتلاقي الرجل وابتكلم أنا عصامي بنت نفسي بنفسي وسفرت ورحت وجيت كل أحد عايز يبين بطولاته وإنجازاته وعمل والنساء بيتواصلوا من أجل كسب الصداق عمل معارف جديدة المرأة تستطيع إن هي لو نقلت من ساكن لساكن تبني علاقات بسرعة مع جيرانها ومع السوبر ماركت والخضري وفي وقت وجيز تتعرف على الحي الرجل يأخذ وقت أطول على ما يتعرف على جيرانه فيه بالنسبة له حدود فيه بالنسبة له نقدر نقول هو بيتواصل عشان يحافظ على قوته يبين إن هو ممتصر باستمرار التفوق حتى في الحوار أم يجي يقعد يتكلم لازم يحاول يثبت وجهة نظره عايز يوصل إن هو تفكيره أحسن من غيره عايزه في آخر كل لقاء الرجل لما يتكلم يحاول يدي نصيحة يعني ينصح اللي حوالي يدي كده إيه طب أنا هنصحك بقى تعمل كذا وكذا لازم يحاول اللقاء والكلام إلى نصايح في النهاية المرأة بتتكلم عشان تكسب وتكسب ود الآخرين وتبحث عن فهم مسائل معينة عايزة تفق لكن الرجل لا الرجل عايز يبدي وسايته وسيطرته قدرته وفي الآخر يديك نصيحة فيه تواصل غير لفظي يعني إيه تواصل غير لفظي يعني إحنا بنتكلمش بس بنعرف نبعث لبعض إشارات نفهم بعض إيماءة كده تفهم مينها أنت أنا أقصد إيه نص التعاملات اللي إحنا بنتعاملها مع بعض بتبقى تعاملات بتواصل غير لفظي يعني نص وتلاقي الحركات اللي إحنا هنبدأ نشوفها كده في عندنا سبع أشياء نستطيع أن إحنا نتواصل غير لفظي مع بعض أول شيء تعبير الوجه ربنا سبحانه وتعالى من إعجازه في الخلق جعل وشنا يديك عشر تلاف تعبير مختلف تخيل الوش ده عشر تلاف تعبير يعني الغضب، الحزن، الفرح، الصرور، الدهشة أشياء كثيرة وشك ممكن يعبر عنها تخيل عشر تلاف تعبير من وشك في مواقف مختلفة وكلمات مختلفة رد فعلك ووشك وحركاته عشر تلاف تعبير تخيل رقم كبير جدا المرأة بتستخدم أكثر هذه التعبيرات الراجل ما بيستخدمش إلا أولي الباس يعني ممكن الغضب، الحزن، الفرح حاجات معدودة تتعدى عشر عشرين، تلاتين بالكتير إنما المرأة العشر تلاف دول تنوع فيهم حركة الوش تستطيع ويمكن ده التواصل اللفظي عن طريق تعبير الوجه المرأة متفوقة فيه عن الرجل الكلام الغير معلني يعني زي الكلام ده كلام ما بيتقالش زي ما أنت بتقعد بتتكلم وتلاقي اللي قدامك عمال يقولك وبيبين لك أنت اهتمامه لكن ده مش كلام ده صوت خرج يعبر عن معنى يعبر ان انا بتابعك انا فاهم تبدل وزوم والكلام ده ده تواصل بس تواصل غير لفظي المرأة بتتكلم منه كتير زي كلمة آه لا المرأة اكثر منها من الرجل التواصل الغير لفظي نقول التقابل الجسدي يعني ايه التقابل الجسدي يعني الرجل يحب يواجه اللي قدامه وبيكلمك كده يحب وشك في وش بالرغم ان الرجل ما يحبش العين التقاء العينين ما يقدرش المرأة هي اللي تحب التقاء العينين انما الرجل تلاقي عينه كده ما يحبش خلي عينه في عين اللي قدامه الرجال بتتباعد اكثر من النساء يعني انهم وقفين وقعد عن بعضه وصوتهم عالي انما الستة تبقى فقريبة قوي من الستة التانية وبتكلمه الرجال بيبقوا وجه الوجه الستة يبقوا ايه وقفين جنب الجنب بيحبوا كدفهم في كدف بعض ده الستات ايضا من وسائل التواصل الغير لفظي التلامس التلامس يعني ايه تلاقيه بيطبطب على كدفك وبيكلمك ممكن يعملك كده لو انت بتتكلم علشان تنتبه له ودي بنشوفها في الاطفال الولاد يعني هو بيكلمك بيحكي لك حاجة يا بابا انت مش منتبه تلاقيه ايده عملة شد في دقنك عشان تخليك تشوفه المرأة تعبيرات ايديها الرجل يطبطب على كدفك لو بيتعامل مع طفل يمسح على شعره لكن المرأة لو بتتعامل مع طفل تاخده في حضنها وتحاول ان هي تتعامل معه باكثر من الرجل بالتلامس احبا في الله وقت الحلقة انتهى هنكمل ان شاء الله في الحلقة القادمة التواصل الغير لفظي انتظرونا وليس الذكروا كالانسان كل تياسر امره لمهمة وفقا لفطرته وكان مقدرا هذه شقائقنا النساء تميزات بجمالها وكمالها بين الورى هنا الجواهر في القصور مصونة جعلت من الأطفال أبطالا ترى لا فرق بين الناس إلا بالتقى كل يجاهد في الحياة كما ترى